نحكي عن الضربة هي نفسها. أنا أستبعد جداً الدورة الإيرانية. إيران ليس من مصلحتها أن تقوم بهذا العمل وليس لديها القدرة والدقة في هذا العمل. إحنا كنا شفنا العام الماضي أن الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على دير الزهور سقط بعضها بالعراق. وبعضها سقط في إيران وبعضها سقط بعيد أحلى أكثر من خمس كيلومترات عن الهدف. إيران لا تملك هذه الدقة في أطلاق الصواريخ على هذه الأهداف وتفجير هذه المصافي في نفس الوقت وفي عدة انفجارات. أنا هذا أحكي من ناحية استراتيجية. هذا هدف خطته بدقة وتم قصفه بدقة بطائرات F35 وF16. من أين؟ وأنا أتوقع وسيثبت المستقبل ما أقوله لكي. أنا أتوقع هذه الطائرات طائرة من إسرائيل وهي التي قصفت الموقع لإشعال النيران في المنطقة. سوى بين السعودية وطهران وفي كل المنطقة. هذا من جهة. الجهة الثانية لكي ندفع التحالف. ونحن نلاحظ أن السعودية والإمارات وستدخل كوريا الجنوبية واليابان في هذا التحالف. القصد منه دفع دولي باتجاه هذا التحالف ضد إيران في المنطقة. إيران ليس من مصلحة أن تقوم بهذا العمل. تيمين معلومات بحوزتك أو السكان التي تدفعك القول بأن الضربات جاءت من الجانب الإسرائيلي. كنا نذكر أن متابع لهذه الأمر قبل شهرين. أن إسرائيل نفسها قالت أن طائرات F-35 حلقت فوق طهران وفوق كل المناطق الإيرانية دون أن يتم كشفها. وهذه معروفة طائرة هذه أنه يصعب كشفها في المنطقة. أنا لا أقول مئة بالمئة إنما أقول لك تسعة وتسعين بالمئة سيثبت المستقبل أن هذه العملية الحقيقية لا إيران ولا غير إيران تستطيع أن تقوم بهذه العملية بدقة. القصد أنه بالأول قالوا أن الصواريخ هذه أطلقت من جنوب العراق ومن ثم قال من البحرين ومن ثم قال من الحوتيين. حتى الناطق باسم التحالف العربي قال أنه لا نستطيع أن نحدد ولا نستطيع أن كذا. الآن وزير الخارجي الأمريكي جاء ليقنع الناس بالتحالف من جهة وإسرائيل هي الدولة الوحيدة المستفيدة من هذا المنطق.